اليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال ومدولات مناقشة خلاصة أنشطة لجنة السلام والتلاهم الاجتماعي والمصالح الوطنية وما توصلت إليه من أعمال تنصب في صاله تعزيز السلام والعيش المشترك والوحدة الوطنية والدفاء والأمن والتماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب الشادي وقد أوضها مقرر اللجنة جيمي عربي بأن هذا التقرير شمل جميع المسائل المتعلقة بالعيش المشترك والوهد الوطنية إلى جانب الأدالة الاجتماعية والمساواة في الهقوق والواجبات فضلا عن المسائل التي تماهد الطريق لتحقيق الرفاهية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كما أن التقرير شمل المصالح الوطنية وعلمانية الدولة وفيما يتألق بقوات الدفاء والأمن فقد خلص المشاركون إلى ضرورة تنظيم قطاع الجيش الوطني الشادي مع الاعتماد على مخرجات الأحوال العامة للجيش والمبادرة من أجل تصريح وإدماج الجنود حسب اتفاقية الدوحة للسلام هذا وأقب المناقشات المستفيدة وتقديم الاقتراحات والاستفسارات حول بنود القوانين بهدف إيجاد أردية مشتركة وتوافقية من عجل اعتماد تقرير لجنة السلام والتلاهم الاجتماعي والمصالحة الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الملاهزات المقدمة من قبل المشاركين في أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي وبهذه المناسبة أشار رئيس هيئة جلسات الهوار بأن جميع الملاهزات ستضاف إلى تقرير اللجنة مع تعديل بأد من البنود قبل إعداد التقرير النهائي ومن ثم أعلن بداية مناقشة تقرير أعمال اللجنة الثانية المكلفة بالقضايا الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر